نظهر بصورة حقيقية إن شاء الله أمام المنتخبات اللي راح نلعبها مثل ما تعرفوا الاستدعاءات أيضا وجوه جديد المنتخب إن شاء الله نحقق نتائج ترضى للشارع الرياضي كيف قلت؟ كيف سؤال؟ كابت نيمان مباراية صعبة الجمهور يعول عليكم كلاعبين اللي اختلفين في هذه المباراة أكيد شوفوا يكون مباراة اللي نلعبها إحنا صعبة مثل ما تعرف تلعبوا للمنتخب المكسيك وكوادور وفنزولة وكوستاريكا أكيد راح يكون حاطق على اللاعبين جميعا أن يظهروا بصورة صحيحة نطلع إن شاء الله نحقق اللي يريده للكادر التدريبي لتحقيق النتائج الإجابي إن شاء الله بالنسبة للمباريات مباريات على مستوى عالي إحنا نحاول القدم علينا بالنسبة يعني نريد أداء أكثر من النتيجة الصراحة يعني المنتخب العراق تدري آخر فترة يعني يمر بأمور يعني ويعني لاعبين جدد وإن شاء الله نحاول نقدم العالينا والباقي من رب العالمي شكرا جزيلا شكرا جزيلا أحمد مركز مدفع يسار سيعمل عليك كثير جدا لأنه يشغل لاعبين على مستوى عالي لاعبين مسترحي في أوروبا الجمهوري يعتمد عليك لعض قدم يستوى إلى قبيث إن شاء الله نتمنى لك التوفيق بالنسبة صحيح للمركز ظاهر يسار تذري أنت مركز حساس بالمنتخب العراقي وإن شاء الله أحاول نقدم كل ما أملك منطقة وبالنسبة للمنتخب العراقي شرف علي إن شاء الله أملك كل ما أملك أقدم من المنتخب العراقي والتوفيق من رب العالمي طبعا العودة المنتخب يعني هذا فتشي يعني مميزي لي لأن دي العلم المستوى القدمته معنات الزورة المباريات اللي جاي الأربح هي مباراة صعبة وإحنا محتاجينها أكيد لأن تعرف صار فترة طويلة ما لعبين هش مباريات فحتى الشغلة الأهمة أنه نعرف مثلا المنتخبات الباقية وإن واصلة مرحة لشترة القدم طبعا بعضكم سؤال؟ نتكلم على أول أن أنا بارك لك عاودتك للمستوى وتقديمك مستوى إليك لك لنعرف على عباس القديم عاودتك جديدة للمنتخب الوطني الجمهوري يعاول عليك كثير ممكن نشوف على عباس رح يسجل كثير مننا داخل مباراة بدي مثل ما تعرف فإحنا تقريبا خامس جولة بالدوري وعدنا بعد عدنا بعد تقريبا 34 مباراة فيأكيد إن شاء الله نسجل أكثر لا يقصد على مستوى المنتخب الوطني هل أنت عازم على تقديم شيء؟ أكيد أكيد أعدان المنجاة أعدان المنجاة